هذه قناة مكتبة تعليمية مرحبا بكم في الصفحة 30 من الدرس الخامس المضاعفات والقواسي Multiple Edivisor لنبحث جميعا تتوفر بائعة أظهار على ورود وأرادت صنع باقات بنفس العدد إذن بائعة الأظهار عندها ورود وبغضت قاد الباقات البوكي بنفس العدد في كل باقة فيها نفس العدد للورود للباقة الأخرى وجربت باقات من 3 أظهار و 5 أظهار و 9 أظهار جربت لباقة ديال 3 ديال الأظهار و 5 و 9 ديال الأظهار لكن في كل مرتين تبقى وردتان في كل مرة تبقى لها جوج ديال وردات لنحسب عدد الورود التي كانت تتوفر عليها البائعة علما أن هذا العدد محصور ما بين 40 و 5 فبائعة الأظهار هذه عندها واحد العدد ديال ديال الورود فمن اللي كتجرب الباقة ديال 3 ديال الأظهار ولا 5 أو 9 ديال الأظهار كتبقى لها كل مرة كتبقى لها جوج ديال الورود فالسؤال هو سنحسب عدد الورود اللي كتوفر عليها هذه البائعة علما أن العدد محصور ما بين 50 أو ما بين 40 و 50 يعني أكبر من 40 وأصغر من 50 فبالتالي باش نلقوا هذا العدد هذا كي خصنا نقلبه على المضاعف المشترك الأصغر ما بين 3 و 5 و 9 ونضيفه له فيما بعد 2 لأن كل مرة كتبقى لها جوج ديال وهذه نضيفه له جوج ديال نبغي نحدو المضاعفة ديال 3 ونحدو المضاعفة ديال 5 و ديال 9 ونشوفه المضاعف الأصغر ديال 3 و 5 و 9 لمضاعفة ديال 3 ولا لمضاعفة ديال أي عدد؟ هو جوج دول الضرب ديال هذك العدد؟ مثلا 3 كنديل 3 في 0 3 في 1 3 3 في 2 6 3 في 3 9 3 في 4 12 3 في 5 15 3 في 6 18 3 في 7 21 3 في 8 24 3 في 9 27 3 في 10 3 3 في 11 3 3 في 12 6 3 6 و 3 36 زائد 3 3 في 13 39 39 30 زائد 3 42 42 42 42 زائد 3 45 40 نكتفيه بـ 45 45 إذن من صفحة الـ 45 هذا من المضاعفة ديال 3 يمكن ننضيف مضاعفات أخرى كل مربقة نضيفه 3 إذن ننضيف المضاعفة ديال 5 وبنفس الطريقة كذلك نضيف المضاعفة نبدأ بـ 5 في 0 0 5 في 1 5 5 في 12 ونكملوا 5 0 15 15 20 25 30 35 40 45 40 ونحبسه في 45 ونحبسه في 45 ثم 9 كذلك 0 9 في 0 0 9 في 1 9 9 في 2 18 9 في 3 27 9 في 4 36 9 في 5 45 40 40 إذن كنلاحظوا بأن المضاعف المشترك الأصغر أصغر مضاعف مشترك بينتهم طبيعة الحال من دون السفر فهو 5 و 4 هو المضاعف المشترك الأصغر ما بين 3 و 5 و 9 45 سنضيفه لجوج 45 زائد جوج يساوي 47 وقسمناها على 3 ستبقى النجوج وقسمناها على 5 ستبقى النجوج وقسمناها على 3 ستبقى النجوج فبالتالي هذا العدد اللي هو محصور ما بين 40 و 50 فهو 47 47 السؤال كم وردة عليها إضافتها لتتمكن من صنع باقات من وردتين إذن كنت تحصل على على باقات دي الوردتين شحال خصها الضيف فال 47 كيخصو يقول لي عدد زوجي يعني كيقبل القسم على جوج إذن شحال خصها الضيف أضيف وردة واحدة باشا ديول لي 48 عليها إضافة وردة واحدة لماذا وردة واحدة وردة واحدة لماذا وردة واحدة؟ لأن 48 عدد زوجي 48 كيقبل القسم على إثنان وهو 24 في إثناني ثم لتتمكن من صنع باقات من خمسة وردات من خمسة ديلا وردات بمعنى 47 غدين نضيفوا لها واحد العدد باش كيولي هذك العدد كيقبل القسم على خمسة من خمسة واربعون قلنا يقبل القسم على خمسة ولكن 47 كتبقى النجوج فهو 47 إذا ضفنا لها ثلاثة أتولي خمسون ثلاثة أتولي خمسون وخمسين هي ماذا؟ هي عشرة في خمسة إذا باش تحصل على باقات من خمسة ديلا وردات كيخصد ضف ثلاثة باش تولي خمسين وخمسين كيقبل القسم على خمسة من ستة وردات كيخصد نحصل على واحد العدد كيقبل القسم على ستة فتمانية وأربعون دائما تمانية وأربعون كيسوي ثمانية في ستة لذلك عليها إضافة وردة واحدة فقط تمانية وأربعين كيقبل القسم على ستة ثلاثة وردات إذا واحد العدد كيقبل القسم على ثلاثة سبعة وأربعين زائد واحد يساوي تمانية وأربعون تمانية وأربعون هي ستة عشر في ثلاثة من أربع وردات كذلك تمانية وأربعون كيقبل القسم على أربعة إثنى عشر في أربعة يساوي تمانية وأربعون إذن عليها إضافة وردة واحدة من تسع وردات تسع وردات لعنها تمانية وأربعون ثلاثة وردات ثلاثة ولكن خمسون لا يقبل القسم على تسعة إذن سنبحته على واحد العدد كيقبل القسم على تسعة ثلاثة 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 إذن كي تحصل على باقات من ورداتين كي يقصد ضف وردة واحدة 47 زائد 1 48 و 48 عدد زوجي يقبل القسمة على 2 كي تحصل على باقات من 5 وردات تضيف 3 ديال الوردات لكي تحصل على 5 و 50 يقبل القسمة على 5 ثم من 6 وردات لكي تحصل على باقات من 6 وردات تضيف وردة واحدة 48 قبل القسمة على 6 وكذلك 3 وردات و 4 وردات و 9 وردات عليها إضافة وردة ثم 7 وردات نمر إلى الحصة الثانية وحيط مضاعفات العدد 9 الأصغر من 100 مضاعفة 9 الأصغر من 100 سنحدد أولا لمضاعفة ديال 9 فسبق أن قلنا في التمرين الأول قلنا في النشط الأول أن المضاعفة ديال أي عدد هو دول الضرب ديال ذاك العدد فمثلا المضاعفة ديال 9 قلنا 9 في 0 9 في 1 9 9 في 2 18 27 26 35 40 ثم 9 في 6 9 في 6 54 9 في 7 63 9 في 8 72 9 في 9 81 9 في 8 80 9 في 10 90 9 في 11 تسعة تسعة وتسعون فذا قلنا نحدد هذه المضاعفات لأصغر من 100 نلاحظوا عندنا 72 فهو من المضاعفة ديال 9 أصغر من 100 28 فهو ليس من المضاعفة ديال 9 أصغر من 100 48 ليس من المضاعفة ديال 9 108 قلنا الأصغر من 100 81 أصغر من 100 64 64 إذا نحن عندنا 63 ولسا 64 126 90 90 أيضا من المضاعفة ديال 9 الأصغر من 100 99 كذلك وأيضا عندنا 9 في 6 أربعة وخمسون وليس 6 وخمسون إذا المضاعفة ديال 9 الأصغر من 100 72 36 81 90 99 ثانيا أحيط قواسم العدد 48 لمحصورة ما بين 5 وعشرون إذا قلنا نحدد القواسم ديال عدد فباش نحدد القواسم ديال شي عدد لاحظوك باش نحدد القواسم مثلا 48 القواسم ديال 48 كنحاول نفكه 48 على شكل جداء عددين هندير واحد في 48 هكلا اتنان في 24 ثلاثة في كم يساوي 48 ثلاثة في 16 كذلك أربعة في اربعة في اتنى عشر أربعة في اتنان ثمانية وأربعة في واحد أربعة أيضا 48 أما خمسة فمكينش لأن خمسة في تسعة خمسة وأربعون فميمكنش نحصل على خمسة في شي عدد كي يساوي تمانية وأربعون ثم ستة ستة في تمانية تمانية وأربعون سبعة أيضا ميمكنش لأن سبعة في ستة اتناني وأربعون سبعة في سبعة تسعة وأربعون ثم تمانية قلنا تمانية في ستة تمانية وأربعون وتسعة أيضا لا يمكن لأن تسعة في خمسة خمسة وأربعون تسعة في ستة أربعة وخمسة فعندنا القواسم ديالة تمانية وأربعون واحد جوج ثلاثة أربعة ستة تمانية اتنى عشر ستة عشر أربعة وعشر وثمانية واربع ده بغدين حددوا القواسم اللي هي ما بين خمسة وعشرين المحصورة ما بين خمسة وعشرون يعني اكبر من خمسة واصغر من عشرين اكبر من خمسة كين ستة ثمانية اتنا عشر ستة عشر هدو اكبر من خمسة واصغر من عشرين لكن اربعة وعشرين فهي اكبر من عشرون وثمانية واربعون ايضا فبالتالي هدو هم القواسم اللي محصورين ما بين خمسة وعشرين اذا هدو ندوره على ستة كذلك هندوره على تمانية تمانية ايضا كين اتنا عشر كين اتنا عشر وستة عشر هندنا اربعة دي القواسم محصورة ما بين خمسة وعشرين ستة تمانية اتنا عشر وستة عشر وثبت تعلماتي تمانية في اربعة اتنين وتلاتون فاثنين وتلاتون مضاعف مشترك ما بين اربعة وتمانية ثانف اتنان وتلاتون مضاعف الاربعة ومضاعف التمانية العدد اتنان وتلاتون قابل للقسم على اربعة وعلى تمانية وفي نفس الوقت ف32 كي يقبل القسم على 4 وكي يقبل القسم على 8 إلا قسمنا على 4 سنحصل على 8 وقسمنا على 8 نحصل على 4 العددان 4 و8 قاسمان من قواسم 32 ف4 مع 8 كي يقسمه 32 قابلية القسم على 2 3 4 5 6 9 يكون العدد قابل للقسم على 2 إلا كان زوجي ومعنى زوجي يعني رقم وحدته إما صفر جوج 4 6 أو لا 8 فمثلا 32 رقم وحدته 2 إذن فهو عدد زوجي مثلا هذا العدد 920 زوجي رقم وحدته 0 أما هذا العدد 111 فرقم وحدته 1 فبتلف فهو لا يقبل القسم على 2 لأنه عدد فردي وليس زوجي قابلية القسم على 4 يكون العدد قابل القسم على 4 إذا كان العدد المكون من رقم وحداته ورقم عشراته من مضاعفة 4 كيفاش مثلا 920 باش نعرفو هاد العدد واش كي يقبل القسم على 4 ولا لا ما غديش ناخدو 920 ونقسمه على 4 فقط ناخدو الواحدة والعشرة ديال هو عشرون إذن عشرون واش كي يقبل القسم على 4 نعم لأن 5 في 4 عشرون فبتلي 920 يقبل القسم على 4 أيضا ناخدو 32 من 732 32 كي يقبل القسم على 4 لأن 8 في 4 يتنين وثلاثون فبتلي 732 يقبل القسم أيضا على 4 ويكون عدد يقبل القسم على 5 إذا كان رقم وحدته إما صفر أو لا خمسة مثلا 120 فهو يقبل القسم على 5 لأن رقم وحدته صفر 315 رقم وحدته 5 يقبل القسم على 5 على 3 إذا كان مجموع أرقامي من مضاعفة 3 إذا جمعنا الأرقامة 1 زائد 1 زائد 1 3 3 من مضاعفة 3 إذا 111 كي يقبل القسم على 3 6 7 8 6 7 8 زائد 4 12 و 12 كي يقبل القسم على 3 إذا 246 كي يقبل القسم أيضا على 3 7 زائد 13 والإثنان 12 فكذلك هذا العدد هذا كي يقبل القسم على 3 لأن مجموع الأرقام إما كي يقبل القسم على 3 أو من مضاعفات 3 قابلية القسم على 6 إذا كان مضاعفا مشتركا للعددين 2 و 3 أو اللب عبارة أخرى إذا كان كي يقبل القسم على جوج على 3 في آن واحد كيف ذلك؟ 12 كي يقبل القسم على جوج لأنه زوجي و كي يقبل كذلك القسم على 3 لأنه مجموع الرقمين و مجموع الأرقام كي يسوي 3 و 3 كي يقبل القسم على 3 فباش كنعرفوا واحد العدد و كي يقبل القسم على 6 و لا كنشوفوا و كي يقبل القسم على جوج و على 3 في نفس الوقت إذا لقينا كي يقبل القسم على جوج و على 3 في نفس الوقت فكنقولوا بأنه كي يقبل القسم على 6 ثم على 9 إذا كان مجموع أرقامه من مضاعفات 3 فكننا قابلية القسم على جوج إذا كان مجموع الأرقام من مضاعفات 3 أو لك يقبل القسم على 3 وأيضاً 9 إذا كان مجموع الأرقام من مضاعفات 9 فكننا أقول بأن العدد كلك يقبل القسم على 9 مثلاً 513 نديره 5 6 7 8 9 9 من مضاعفات 9 إذاً هذا العدد يقبل القسم على 9 تمانية تسعة عشرة زائد اثناني اثنى عشر اثنى عشر زائد خمسة سبعة عشر تمانية عشر مجموع الأرقام المضاعف التسعة إذن فالعدد يقبل القسمة على تسعة المعجم مضاعف المضاعف المشترك قاسم جمعه قواسم قابل القسمة قابل القسمة وبهذا ننهي تمرين الصفحة ثلاثون نلتقي في الصفحة واحد وثلاثون كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى الخامس والتي ظاهرة أمامكم في البلايليست وبنرجع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف إلى اللقاء